تدرى إذا دخلت منعطف بها السيارة ممكن تكسر رقبتك شنو يعني جي فورس شوف هو كتعريف بسيط يعني قوة تجذب مثل الجاذبية الأرضية هم تعتبر جي فورس لأنت من تقمز راح تجذبك الأرض للأسفل زين شنو الموضوع بالسيارات شوف يعني من تدخل منعطف التب سيارتك يسرى مثلا راح جسمك يروح لليمنة تلقائيا كل ما تحاول ترجع جسمك لليسرى ما راح تقدر لأن تبقت عليك قوة جذب أو جي فورس بالاتجاه الأيمن مثل قوة جذب الأرض كل ما تكفز وتحاول تبقى طائر راح تنزل شوفها السحلة كبشر عايشين على الأرض متأثرين بقوة جي فورس مقدارها واحد اضرب رقم جي فورس بوزنك راح يطلع لك وزنك الحقيقي نفرض وزنك ستين وعايش على الأرض الجي فورس مال الأرض يساوي واحد جي واحد في ستين يساوي ستين يعني وزنك الحقيقة ستين لكن بالسيارات السريعة هذا الرقم يزيد كل ما يزيد التسارع يزيد رقم جي فورس وياه يعني إذا انطلقت بسيارة وجسمك رجع للخلف وشار رقم جي فورس بوقتها ثنين جي اضربها بستين اللي هو وزنك راح يطلع مية وعشرين يعني كأنما واحد يسحبك من ظهرك بمية وعشرين كيلو أما بسيارات الفورم اللوان ممكن يوصل رقم جي فورس إلى خمسة جي نفرض أن راسك الوحدة وزن ثمانية كيلو ودخلت من عطفة بهاي السيارة ممكن تتعرض لجي فورس مقدارة خمسة جي فوزن راسك راح يضرب في خمسة راح يصير وزن راسك أربعين كيلو لكن عضلات رقبتك ما تقدر أشيل أربعين كيلو لذلك دائما نشوف سواك الفورملا وان يتمرنون على عضلة الرقبة بكثرة حتى يقاومون الجي فورس وما تنكسر رقبتهم واتمنى بصلاحة أنه تبحث على الموضوع أكثر